فيه ناس عايشة معنا في الكوكب هنا لما بيتكلموا تقولوا أي كلمة وبسيطة هاجئة تلاقيه تغير وتقلب يقولك أنت تقصد إيه قل أنت تقصد إيه فتقولوا والله يأم قصدي كذا يترجمها لك ترجمة غير اللي في دماغك خالص ممكن يفتقرها أهانة أو يفتقرها تكسير أو يفتقرها أنك بتنبط عليه يعني شعروا تنبط عليه أنت فاهمينها يعني بلقح عليه بالكلام وفي ثانية لما تحاول تستفسر منه وإنت مصدوم فيقولك أيوة أنت تقصد كذا وتقصد كذا وتقصد كذا تقوله قصما بالله مقصد كده والله مقصد كده ما يصدقش فأنت تعاني مع ذلك الشخص بتيجي في لحظة بتحس أن أنت عايز تخش تفتح دماغه وتخش جوه المترجم الداخلي وتقوله تعالى ده ليه ترجمت الكلام ده كده فيقولك مع رش تقوم مسكه ضربه على قفاء أو تقتله أحياناً بياخدوا الكلام بترجمة رهيبة يا عم جوجل اللي جواه ده بيترجم غلطه أجنعه عشرين مرة مش هيقتنع غير بالتفسير اللي بدماغه يا ابني والله بيبقى الإنسان ده أصلاً عايش مع ناس طول الوقت بتنتقده أو بتلومه أو بترمي عليه بتلقي عليه مشاكل فطول الوقت البرنامج الداخلي يعني عنده حساسية وارم تمام؟ فطول الوقت أي كلمة تقولها مهما كانت بسيطة ملهاش علاقة بأي حاجة هي بس جت بصهم جع الجرح هوى جع الجرح تلاقيه صوت فأحياناً لما بتكون مع بني آدم زي ده هو حساس انت بتعاني بتبقى طول الوقت بتخاف تتكلم بتخاف تعبر بتخاف تقول بتخاف أصلاً تتعامل معه فبعد فترة بتخش معاه في صمت تجنبي مشان هعيش معك إذا كان بقى أب أخ زوج صديق أي حاجة الصمت التجنبي ده اللي هو تمام وكأن العلاقة جزئياً بتتقطع وبعد فترة لازم العلاقة دي تموت بمعنى لأن انت هتحس انه طول الوقت بيتصيدلك الأخطاء الكلمة اللي بتقولها بتتفسر بمليون تفسير ومعظم التفاسير بتبقى غلط وفي الآخر ممكن يتقمصه ممكن يبعده ممكن يعمل مشكلة بسبب ان يتفسيره غلط فأنت بتحس ان انت بتعاني مع الشخص وانت مش فاهم إيه اللي بيحصل بيحصل بعد فترة اللي هو الصمت التجنبي أنا هعمل يعني من الآخر اللي هو إزايك الله يسلمك عامل إيه بتبقى العلاقة سطحية لكن العلاقة ما بفهاش عمق ما بنتكلمش بعمق لأن انت كل ما بتتكلم معه بعمق بيفكر ان انت بتلقح عليه بالكلام بسبب المترجم الداخلي اللي احنا عايزين نقتله ده وبعد فترة بتبقى طول الوقت العلاقة سطحية العلاقة رسميات لكن علاقة بتخش في عمق استحالة وده الكرسى لو دخلت ما بين المتجاوزين بتبقى مشكلة مشكلة حرفيا الصمت التجنبي ده لانه او التفسير والترجمة الداخلية لأفعال واقوال الناس بطريقة فيها سوق ظن وطبعا الناس دي بتبقى ناسية ان بعض الظن اسم مش طول الوقت كل حد يقول حاجة فاخد الكلام ده افسره بسوق ظن مشكلة 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 بتدمر اي علاقة بعد فترة فاحنا لو لقينا الشخص ده لو بقى بجد في علاقة قريبة فانت بعد فترة هتتعب من كتر التبرير لان انت بتبقى محتاج كل كلمة تقولها تعمله تفسير خارجي المفترض ان التفسير ده بيبقى داخلي انا سمعت كلمة هزار كلمة حتى لو نقد مناء او حتى لو نقدها الدام فافهم او دافع عن نفسي من غير ما تقمس ومن غير ما اعمل مشكلة ومن غير ما هاجم اللي قدامي ومن غير ما خش معاه في جدال عقيم من غير ما تطلب منه تبرير طويل عريض لفعل بسيط هو عمله فبالتالي بعد فترة مهما كانت قوة العلاقة اللي ما بين الاشخاص دول لازم هتتقطع ولازم هتخش في الصمت التجنبي لان انا من الاخر مشتور الوقت هتجهد نفسك في انك تفسر له انا بقصد ايه لما بقول الكلمة دي فعذاب حرفيا انت عرفين بتتعذب مع الانسان ده لو عايش معاه في علاقة عائلية او في علاقة زوجية فالحل يا جماعة احنا طالما عرفنا الناس وعرفنا نظامهم ايه ليه طول الوقت نسيء الظن بيهم انا عرف ان الشخص ده طبيعته بيلقح فخلاص ولا طبيعته كويس هو بيحبني وبيرعيني ايه طبيعت الانسان ده فبالتالي على هذا الاساس اقدر اتعامل معه ولكن بلسه الظن في التعامل يعني طول الوقت بس كده السلام عليكم